السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دورات احنا عايزيني ننظم اشتاد في فولدرات مثلا فولدر معناي فولدر انشايف وهكذا هعيزيني المثال مثلا لانا جيت هنا وحطيت اول حرف ايضا وحطيت اول حرف ايضا وحطيت حرف ايضا طيب انا عايز ابدأ اخليه في فولدرات ممكن اجينا نشيك وقوله Browse Organization ونفس اللي بيحصل هنا هو النفس اللي بيحصل في View طيب هنا اقول باش مديني انا هعمل Edit فانا هختار واحد مثلا زي Drawing By او خلينا اقوله Edit New هيقول لي اختار الاسم بتاعها وقوله Discipline مثلا وهكذا طيب هنا بيقول لي فلتر فلتر يعني ايه يعني ايه اللي يصل معيك ممكن اقوله مثلا انا عايز الحاجة بس النام بتاعها كذا او النمبر بتاعها كذا او design by كذا اول حاجة اللي بيحصل هو Approval او current revision يشوف revision ونبدأ اختار منها طيب design by يبدأ يشوف مثلا اللي مكتوب باسم designer بس اغتظهر طيب كلهم اخدين بس الاسم لو في حاجة شغط اسم اغتظهر بش اغتظهر Brows Organization هقوله Edit طيب انا عايز بس نقوله فلتر لأ رتب هوم لي بقى رتب هوم لي بايه مثلا او اعمل هوم لي في جروب مثلا رشية name تمام اهو طيب رشية name كل حروف ولا اول حرف ممكن نبدأ نشوف اول حرف حرف الا مثلا او حرف بي او حرف اي حرف يشوف تمام تعال نقول له كيه ونرجع نشوف ايه اللي حصل رتب هوم لأول حرف e b s t تمام اول نصف حرف if تلاقي من ترتم بالشكل دو ال b بالشكل دو طيب لو جيت هنا تاني ونقوله Brows Organization ونقوله Edit ونقوله بداي شية name وشية number عملهم كل في حرف الايه مع عادة اللي احنا غيرناها خلناها في حرف التين طيب لو جيت هنا اول طوله Brows Organization ونقوله Edit ممكن تقوله بقى ايه لتبقى نظامهم في جروب من خلال design point حسب الاسمية ممكن ال scale انا شوف ال scale اللي واحد المية واحد المتين واحد 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 وهكذا ففي نظامات فردرات ممكن نظامهم فردرات وفردرات يعني بعد ال scale دي هقوله سلطة واقع منهم ب بعد ال scale خليها وسمي الشي 2 اول حرف اقوله اوكي اوكي كل واحنا من دول بيبدأ ايقسمه ده مثلا حرف ال S ده حرف ال E وال B وهكذا فاحنا قدر ننظامه في فردرات